حتى أن مصر نفسها فيها نماذج للنجاح في سنوات الجنزوري مثلا في سنوات عاطف صدقي في التسعينيات وفي عام ألفين نجح تجربة الصندوق في مصر ولم تفشل تجربة الصندوق نكهة يا فندم أن تأتي برؤوس الأموال الأجنبية لتستحواز على رؤوس الأموال المحلية حتى الدول الأسيوية التي تم الإشارة إليها الأزمة حصلت برشدة بداية برشدة من الصندوق لنوع من أنواع تحرير الاتصادي الأسيوي اللي هو كان بيحقق أكبر معدلات نموه على وش الأرض في الفترة دي تدخل الصندوق وتدخل الصندوق بالرشدات بأنه هو وضغوط من الدول التي تملكه الصندوق وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت للسماح للبنوك الأجنبية للدخول في هذه الدول تدخلت للسماح في التعاملات في الأوراق المالية وتعاملات في البورصة والتعاملات الهوت ماني أنه يخش الأقصديات ديت وحصل النيار نتيجة لدخول الهوت ماني الأموال الساخنة وجاءت روشيدة للصندوق أن تفعل نحن نحاول أن نبصد بعض المفاهيم الاقتصادية لأن الجمهوري الاقتصاد لغة صعبة فإدى صندوق الرشيدة بتاعته اترفضت من ماليزيا اتقابلت من كوريا الجنوبية اترفضت بالكامل من ماليزيا وماليزيا بقت في حتة تانية اتقابلت من كوريا الجنوبية هل الصندوق يفرض على الدول؟ هي من تلجأ إليه الدول للحصول على قرود؟ بالتأكيد يا فنم الدول تلجأ إلى الصندوق لأنه هو الملازل الأخير بالنسبة للدول ما زنبه في ذلك؟ زنبه في ذلك يا فنم أنه مستني أن الدول دي جيله هو مش مستني بحلول تيلرد للدول دي أننا بنكيف حل للدول دي علشان نخرج بالوضع الاقتصادي اللي موجود فيها طيب الصندوق يفرض عليك يا فنم أول حاجة يقولك أن انت تخفضي النفقات العامة اللي موجودة عندك نفقات عامة تخفضي ببندين أساسيتين بتقدر انت تخفضي فيهم اللي عندك أريحية فيهم أنت تشيل الدعم في طبقات الفقيرة تجيب منين الكلام بكل لما تشيل الدعم يقولك افتحي أبواب التجارة الدولية بتاعتك على إطلاقها وحريتها افتحي أبواب التجارة الدولية إيه اللي بيحصل زي اللي حصل في غانا هو قائم على الأقصاديات السوق الحر هو مؤمن بهذا الأمر وأنت حينما تذاب إليه مع أقصاديات الأسواق الحر أفتح السوق النامي لسوق المتقدم إمتى لما يحصل فيه نوع من التقدم في الأسواق النامية تستطيع أن تواجه المنافسة الدولية الشرسة إيه اللي حصل في غانا غانا بعد ما كانت دولة مصدرة للحجوب والتجارة الزراعية وكلام دك قوله لما شارت البناء على توصية الصندوق شارت الحدود الجمركية وشارت الجمالك وكلام دك قوله حصل تحولت من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة وبالتالي تحولت دولة من أكثر الدول فقرا الصندوق لما بييجي برشدة سابتة الرشدة السابتة هي أساسا تلقيها بتضرب في مفاصل الاقتصاد مش بتقوي مفاصل الاقتصاد يعني الصندوق وهو ليش شغلته الصندوق ما بيجيش يقولك أنت لازم تريد هيكلة للاقتصادي ب عتي أنت أنت بالإرادات أكبر من المصرفات نتيجة لعمليات الانتاج الداخلية وبيندخل في الجهاز المصرفي والجهاز المالي بتاعة الدولة في الموازنة العامة بتاعة الدولة يقولك فرد الدرائب زيادة دولة فقيرة دولة غلبية هل هذه الأحكام مطلقة في كل الأقصاديات هل هذه رشدة ثابتة كما يقول الدكتور لكل الأقصادات سواء كانت تناسبها أو لا تناسبها كما قلت من قبل تذهب الدولة وهي في حالة ميؤوس منها ما قاله الدكتور صحيح بأي معنى لا يجب أن يخلص عليها صندوق على مصدر تفرض تخفيض في النفقات طبيعي لأن كل دول بتذهب بيكون عندها عجز كبير وتعيش بأقدر من قدرتها كيف نعرف أنها تعيش لأنه يكون في عجز متواصل العجز يعني لنساهل المفاهيم هو الفرق ما بين المصرفات وما بين الإرادات في الموازنة ننفق أكثر ما نجبي هناك نقطة هامة العجز بحد ذاته ليس شيئا سيئا إذا دولة عندها عجز في موازناتها إنما سبب العجل إنفاق على البنية التحتية المادية والبشرية هذا شيء جيد يساعد في الإنتاجية بس في دول عديدة هذا العجز ما أداه إلى فساد في الطبقة وهذا إلى بلد لبنان العجز والدين ليس ما أده نفقات استثمارية واجتماعية هناك أنت تشير إلى أن الفساد هو السبب هناك نقطة أساسية أن طبيعة النظام السياسي في الدولة المقترضة هو نقطة أساسية الدول الناجحة عادة مثل بآسيا وغيرها عند أنظمة سياسية قوية عندما تلتزم إصلاحات تقوم بالإصلاحات أنظمة الأخرى تتهرب من الإصلاحات لأنها فضورة وهناك حالات أعرف عنها وهناك حكومات تطلب من صندوق النقد وتوافق على الإصلاحات إنما تطلب من الصندوق أن يفرض هذه الإصلاحات هو لتقول نحن اضطررنا إلى اعتماد برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي إنما هذه الشروط لا مفر منها وعلينا أن نطبقها وهو بالفعل بالفعل هو صندوق طلبها مني إذن في عدة أمور بعدين شغلة الصندوق مش يفرض نموذج اقتصادي إلا لأ على التفاصيل هذه هي شغلة البنك الدولي هذا صحيح الصندوق النقد الدولي يعتمد نموذج عملي وبالوقت نموذج نظري وهو أن السوق المتحررة هي التي تؤدي السوق الحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر